مساءكم خير ما أعتقدش يعني أنه في حد في مصر من متابعي الكرة ومحبيها أو غير متابعي الكرة ومحبيها إلا وجالوا خبر كده عن اللي بيحصل في اليومين الأخرانيين من تراشق كده ما بين نادي الأهلي ونادي الزمالك وبعض التصريحات طبعا مش بين الناديين بشكل كامل لكن بعض التصريحات من كلا الطرفين ولما بنتكلم عن نادي الأهلي ونادي الزمالك دايما بنحتاج نرجع نذكر أنفسنا أنه الأهلي والزمالك هما ناديين عريقان جدا موجودين في بلدنا وأنه النادي يخدم رياضات عديدة كتيرة جدا غير الكرة وأنه في نجاحات في مجالات أخرى كتيرة جدا كمان غير الكرة وأنه الكرة طبعا معشوقة المصريين وهي اللعبة الشعبية الأولى لكنها جزء صغير من منظومة أو كيان كبير اسمه النادي سواء كان النادي الأهلي الزمالك الإسماعيلي ترسل أي نادي في الدنيا فاختزال الرياضة في الكرة خطأ شائع كلنا بنقع فيه واختزال الكرة في بعض الوجوه من كلا الطرفين خطأ أكثر شيوعا بنقع فيه يعني بعض الناس تعتقد أنه الزمالك فلان أو الأهلي فلان لكن لما تجي بقى على الأرض تسأل الناس المشجعين الحقيقيين المخلصين هيقولك أنا بحب اللعبة بحب النادي أنا منحاز للنادي ممكن أدعم الشخص اللي بيمثل النادي في هذه المرحلة أو أدعم إدارة النادي ده سلوك طبيعي ومنطقي لكن فك الاشتباك عشان نرجع نسمي الحاجات بأسماع الحقيقية دي حاجة أعتقد أنها جزء من التعقل عشان نرجع بقى نستمتع بالكرة نتفرج على كرة نستمتع برياضة ونتفرج على رياضة وندي كل حاجة باختصار ينفع يبقى عنوان مهم لخبر مهم جدا حصل النهاردة خبر يمكن مش كل الناس متابعة جدا كواليس إدارة القنوات الرياضية لكن في قناتين مهمين جدا اسمهم قناة الأهلي وقناة الزمالك قناة الأهلي كانت قناة الأهلي والزمالك قناتان تابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبناء عليه الشركة المتحدة مسؤولة عن التشغيل والتمويل وتفاصيل كتير أخدتها على عاطقها عشان جماهير المحبين من كل الناديين اللي حصل الفترة اللي فاتت كان لابد أن يتبعوا وقفة يعني كان لازم يحصل حاجة حاجة تقول أنه ليس إدارة الإعلام في مصر أو أنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ما ينفعش تدير فوضى وكل واحد فينا بيبقى بيختار ممثليه أو مين اللي ممكن يعبر عندي فإذا وفعت أنه تمثلني فوضى أو تراشق تصريحات ممكن أبقى في مأزق وإذا كنت حاطت مصلحة الرياضة ومصلحة الجماهير اللي بتحب الرياضة يبقى لازم يبقى في حاجة تصحيحية تحصل النهاردة مجلس إدارة الشركة المتحدة عقد اجتماع وكان الهدف من هذا الاجتماع تحديد مصير هاتان القناتين قناة الأهلي وقناة الزمالك إحنا كان عندنا سؤال مهم جدا إنه قناة الأهلي والزمالك هم قناتين الشركة المتحدة مسئولة عنه ثم الشركة المتحدة قررت النهاردة رد القناتين مرة تانية لأصحابهم أو لناديهم يعني رد إدارة القناة الأهلي لمجلس إدارة الأهلي ورد إدارة قناة الزمالك لمجلس إدارة نادي الزمالك القرار اتخذ بالإجماعة وفقا لكل الآليات القانونية اللي بتنظم هذه الأمور وفيه جاري كمان بحسب ما جاء فيه البيان الإعداد لاتفاقات بين الناديين أو من يمثلهما أنه يدير هذه القنوات وفقا لأحكام القانون إذن ابتداء من النهاردة بتقول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثلهما في هذا الشأن بشكل كامل الشركة المتحدة كمان في بانها اتكلمت عن حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية على دعم الأنبياء المصرية الشركة المتحدة لم تترك ملف الرياضة لأنه عندنا قناة عن سبورتس وعندنا قناة الراديو والرياضة فنحن مش بنقول أنه الشركة المتحدة بتخلى عن ملف الرياضة لكن الرياضة بتصنيفها كأهل وزمالك بتعود إلى إدارة الناديين وكمان ده مش معناه أنه الدولة لا تسيطر على الإعلام الرياضي أو ليس لها قول في الإعلام الرياضي إذا تكلمنا عن ببساطة جدا أخلاقات ومدونات السلوك الإعلامي فبالتأكيد مش من ضمنها أن احنا نطلع نصفي حساباتنا مع بعض على الهوى أو أننا أصلا نتكلم في شؤوننا الخاصة على الهوى شؤونكم الخاصة لا تخص الجماهير والمشجعين